واصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تمونية بمضبطات بلغت ما يقترب من 107 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال مجالي حكب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط ما يقترب من 35 طن مواد غذائية وغير غذائية أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقز البيع بأزيد من السعر الرسمية للسلع الغذائية فتم ضبط ما يقترب من 67 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 608 من القضايا من بينها 77 قضية خبز ناقص الوزن و86 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط خمسة قضايا خمس من القضايا بمضبطات بلغت ما يقترب من 19 طن أقماح محلية